احتفل أبناء قرية الرجيغ بالتعاون مع منظمة النهضة الإسلامية الشادية بالمولد النبوي الشريف وسط حضور عدد كبير من أهالي وسكان القرى المجاورة لهذه القرية عز الدين الأمين تحت إشراف منظمة النهضة الإسلامية الشادية احتفل أبناء قرية الرجيغ الكبير التي تبعد عن العاصمة جمين شمالا بحوالي 30 كم بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمن برنامج الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم سلسلة من المدائح النبوية التي توصف أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كلمة اللجنة المنظمة للحفل التي قدمها الجوني محمد جدة جبريل وشكر فيها جميع من ساهموا في إنجاح هذا الحفل البهيج وعقبه في الحديث إمام قرية الرجيغ الكبير ورئيس مشخة مقاطعة بط الفيل اللوان أحمد عبدالهادي ذمان الذي قال إن هذا الحضور الكبير يدل على المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ونشد أهل القرية بضرورة تعليم أبنائهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أما رعي الحفل رئيس منظمة النهضة الإسلامية الشادية الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي فقال إننا نجتمع اليوم على سموي محبة أفضل القلق صلى الله عليه وسلم وعدد خلال كلمته المطولة جزءا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وحث المسلمين على ضرورة الاقتداء بخلقه وتعليم أبنائهم وفق سنته وتربية جيل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وفي ختام الحفل تضرع الحاضرون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ العبادة والبلاد وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار وتحت شعار ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين احتفلت زاوية الشيخ إبراهيم فضل ميمي بحيد جيل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وسط حضور كبير من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تضمن برنامج الاحتفال عقب الافتتاح بالقرآن الكريم سلسلة من المدائح النبوية وكلمة اللجنة المنظمة وكلمة بعثة الأزهر الشريف وثم كلمة شيخ الزاوية إبراهيم فضل ميمي الذي قال إن هذا الحضور يدل على محبة أفضل الخلق الذي أرسل رحمة للعالمين وحث المسلمين على الإقذاء بخلقه وقال إن الاحتفال بمولده يقام لتذكير الناس وتعريفهم بشمائله صلى الله عليه وسلم وفي الختام تضرع المحتفلون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار كما احتفلت زاوية الشيخ صالح النور أيضا بالمولد النبوي الشريف ووسط حضور عدد كبير من الدعاة والشيوخ أدم شرف الدين الأجواء الاحتفالية لإحياء ذكرى مولد النبوي الشريف لا زالت تتواصل في المساجد والزوايا والخلاوي القرآنية وعلى ضوء ذلك احتفلت زاوية الشيخ صالح النور المغفر له بإذن الله ذاوية التجانية الكبرى بذكرى سيد العرب والإجم وسط حضور كبير من أحباب رسول الله سيد ولد عدنان صلوات ربي وسلامه عليه وقد تخللت الاحتفالية المدائح النبوية الأطرة التي سرد فيها شمائل خير البرية وأخناقه الطيبة حيجت نفوس المحتفلين بهذه الذكرى التاريخية خليفة الشيخ صالح النور أشار إلى مؤجزات عفدل الخلق الذي وجد فيه العالم الراحة والإتمينان التامة فقبل أخبيل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القبائل في كل مكان تتحارب وتتقاتل حتى جاء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الإسلام والسلام الصالح الأمين البشير النزير ولا يفوتنا إلا أن نقول إن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ما من شأنه يجلب السلام والعمل في جميع أرجاء البلاد التي تحيي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ويدؤ الحق دار ربي سوى رؤون لا يبالي وإلى اختتام أعمال المؤتمر الخامس حول التلمزة والحياة الزوجية عند المسيحيين البروتستان بحضور عديد من المشاركين قدموا قصيصا للمشاركة في عمل هذا المؤتمر ياسر محمد أحمد الحياة الزوجية عند المسيحية هو الموضوع الذي تصدر محور فعاليات المؤتمر الذي نظمته الكنيسة البروتستانتية باتيست للبئسات والعمال بيشات ويأتي اختتام أعمال هذا المؤتمر بتقديم كلمة اللجنة المنظمة التي قدمها القيث فلورانا راماجي شاكرا فيها المؤتمرين السلاس الذين بذلوا قصار جهدهم من أجل إنجاح فعاليات هذا المؤتمر طالبا من عدباء الكنيسة التهلي بروح المسئولية والتضامن الأخوي فيما بينهم من أجل إرساء ثقافة الحوار والوفاق الوطني من جانبه القيث جان برينو هو الآخر شكر عدباء الكنيسة طالبا منهم نشر المعلومات وتطبيقها على أرض الواقع كما تخلل المؤتمر قداس وترانيمة تجسد مدى التعايش السلمي والاستقرار وللتذكير أن المؤتمر استمر لمدة يومين كاملين نوقشت خلاله المسائل المتعلقة بالحياء الزوجية عند المسيحية ومدى أحميتها لأدباء الكنيسة ترجمة نانسي قنقر